تحطم نيزك فوق الولايات المتحدة وهناك مكافأة 25 ألف دولار إذا وجدت قطعة منه تحطمات كورونارية مبهرة مؤخرا في الولايات المتحدة وهناك مكافأة ضخمة قدرها 25 ألف دولار لأول شخص يجد قطعة منها حيث أفاد قسم أبحاث المواد الفلكية وعلوم الاستكشاف التابع لوكالة ناسا أنه في ساعات النهار ليوم 8 أبريل عام 2023 شهدت أحجار نيزكية متساقطة في السماء في إقليم ماين الأمريكي ومقاطعة نيو برونزيك الكندية وتعتبر ظاهرة النهار هذه أول حدث نيزكي مرصود بالرادار في الولايات المتحدة وهو أمر نادر جدا لدرجة أن أشهر المتاحف على استعداد لدفع بعض الدولارات الكبيرة لأي شخص أمريكي أو كندي يمكنه العثور على أول جزء منه ووفقا لجامعة ألبارتا هناك عدة طرق لتحديد النيزة فأول ما تحتاج التحقق منه هو الوزن السقيل والقشرة الخارجية تشبه قشرة البيض الأسود والتأكد من عدم وجود أي تقوب أو فقاعات على الجزء الخارجي وإذا كنت تعتقد أنك وجدت جزءا من النيزة فستحتاج إلى التحديد موعد مع تقني مختبر الأبحاث في متحف ماين الفلاستر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر